منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إن حركة طالبان قد فازت بالحرب في أفغانستان ولا بد من الحوار معها في أسرع وقت ممكن هو ليس بالضرورة اعترافا بشرعية الحركة كما يقول بوريل ولكنه على الأقل تعامل مع الأمر الواقع يفضل التكتل الشروع به مبكرا تجنبا لأزمة هجرة أو كارثة إنسانية وزراء داخلية الاتحاد يجتمعون لهذا الغرض فالخشة من موجات هجرة جديدة من تلك البقعة الأسيوية باتت مصدر قلق رئيسي سواء تلك الشرعية منها أو غير الشرعية وزراء خارجية التكتل سبقوا الداخلية في الاجتماع وناقشوا كيفية التعامل السياسي مع طالبان والخطوات الواجب اتباعها للتأكد من عدم تحول أفغانستان لقاعدة إرهابية مجددا ولا شك أن عمليات إجلاء رعاياها هي الأولوية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي اليوم والأنباء الواردة في هذا الإطار تدل على مرون الطالبان في التعامل مع هذا الملف تحديدا أرقام العائدين من أفغانستان أو الناجين إنجاز التعبير تتزايد وتحصى بالمئات يوميا ولكن يبدو أن الأعداد كبيرة وتحتاج إلى برهة من الزمن كي تنجز على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر